أنا بأمانة المنظومة القروية أنا بصدقش من أحد والله يا كريم لو قالوا لي الحديثة دي حمرة لا دي بيضة ما هنقومش برضه لا فيه كتب كتير ممكن تبقى قليل فنيا ممكن تبقى قليل إداريا بس مش كذب مش مهم مش عايز حد يكذب علينا تاني نفس المدرب اللي يجي يجي كده العقد بتاعه يورول الشعب المصري كله وشروطه وجزاءاته وشارط الجزائي مش مرة يقول لك شهر مرة يقول لك سنة ونص تصدق مين إذا كان منظومة الماسكة بتكذب عليك أنا محدش يزعل مني وبعدين شايف إن هما مسكين في الكرسي قوي ليه عايزين تمشوا إيهاب جلال لا امشوا معاه امشوا معاه إنما عايزين تعودوا لا اتمسكوا بإيهاب جلال يعني حتى من باب يعني حفظ مالواجه للراجل إيهاب البهدل ولو إن أنا شايف إن الشعب المصري دلوقتي إحنا عاطفين جدا اللي كان ناس القلب عليه بقى اتلقتي تقول لأ واتظلم وجمعة ليه أنا مقتنع جدا أنا فرحم بكده إن هو يعني أنا مقتنع جدا الكابتن إهاب جلال في اللي بيحصل لكله مظلوم بسي أنا برده مقتنع جدا إن اختيار الكابتن إهاب جلال أصلا كان اختيار خاطر مش عشان الكابتن إهاب جلال قليل عشان إحنا لا يصلح دلوقتي غير مدرب أجلال لكن هو مدرب كبير ومحترم مفيش اتنين يختلف على الكابتن إهاب جلال ما ينفعش يعني ما فرحش دلوقتي بعد كل السنين اللي بفاتت داية نيجي نقول أصلا هو مدرب بش جاي كابتن إنتحاد الجورة أو أي نادي لما يدور الليلة بالسوشيال ميديا ويسمع كلام السوشيال ميديا ما السوشيال ميديا دي مش حاجة وحشة حاجة صحية لما يسمعوا كلام السوشيال ميديا واستقيلوا ما هو بيسمعوش لا 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 هيستقيلوا مش بمزاجهم هيستقيلوا يعني السوشيال ميديا هتوزي لا لا مثل السوشيال ميدي طيب